أمير الدولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتمنياتهم لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة دوام الصحة والسعادة وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تم بحث ما تمخضت عنه قمة واكشوت من قرارات إيجابية تصب في صالح العمل العربي المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر